ومستمعين برنامج عالم رؤى طبعا مثل ما لاحظتوا ان اخذ من القمر اسمه في التقرير ان القمر قد يدل على الرجل الغني وقد يدل على الجاه وقد يدل على ولادة ولد وما الى ذلك ولكن في عندنا هنا في الحداثة ايضا تعقيب على هذا الامر كلمة القمر الصناعي لن يكون ابدا الشيء الصناعي كما خلق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دائما يكمل قلقته يكمل ما يخلق يجعله في افضل حال وافضل تقويم ولكن عندما نحن البشر نقوم بصناعة شيء او بناء شيء فدائما يكون به نقص او تقصير القصد كلمة قمر الصناعي اخواني واخواتي قد تدل ايضا على شخص متصنع يتصنع نفسه بانه شخص ذا طيبة او ذا دين او ذا علم وهو لا يملك ذلك مثلا وقد يدل ايضا لو نظرنا على عمل القمر الصناعي نفسه بانه ينقل معلومة من مكان الى مكان ينقل معلومة من مقر القناة مثلا من تلفاز الان لبيوتكم من قر القمر الصناعي لن تصل هذه المعلومة في صعوبة في وصولها او هذا البث لذلك قد يدل على الرسول الصادق الذي ينقل ما يعطى او ما يلقى تماما هنا الرسول اقصد فيها الرسول العادي وليس الرسول النبي الرسول المرسال الذي ينقل الرسائل الذي يكون صادقا فيما ينقل كما هو وقد يدل ايضا على الابن الذي يتبنى او الذي اذا قام شخص بعمل خير كأن يتبنى طفل او ما الى ذلك ايضا قد يدل عليه القمر الصناعي لانه ليس حقيقيا وليس له اصلا ثابت فذلك قد يدل على ابن الذي يتبنى اما البطارية فقد تدل على القلب القلب بما تشحنه كلما زاد شح القلب بالايمان كلما زاد العمل وقد تدل على الابناء الذين تربيهم وهم صغار وتغذيهم بالعلم والمعرفة والحب حتى يردون ذلك لك عند الكبر ويكونوا اولادا بارين وقد تدل أيضا البطارية على العمل كأن يقوم الانسان بالعمال الصالح حتى يصل قمة الاعمال حتى يصل بلغة نهاية عمره او مأربه وما الى ذلك من تفسيرات اذا هذه كانت بعض اللمحات عن البطارية وبعض اللمحات عن القمر الصناعي في نومنا اذا رأيناهم اخواني واخواتي ننتقل لكم المكتبين